ده دلوقتي أنا عندي أبجكت الأبجكت ده 3D بعمل وبيبتدي أنه يتعرض على الأبجكت ده فتحسين الأبجكت ده شكله بيتغير وبيطلع من عليه كائنات وبيدخل فيه حاجات وبيبقى كيني بعمل على الكتلة الموجودة قدامي طيب شرق بما أنك بتعملي حاجات كتيرة يعني إيه أقرب يعني شغل قلبك قريب على قلبك أوكي هو أنا ما عنديش يعني ما عنديش حاجة قدر أقول عليها إن هي ده الحاجة اللي أنا بحبها هي بس يعني ببقى أنا شايفة بس فعات الواحد بذات الفنانين اللي أنت عارفة دماغ بيبقى ليه مثلا شغف أو passion بحاجة معينة ما هي بتبقى according يعني هي بتبقى according لللي أنت عايزة تقولي يعني أنا دلوقتي مثلا عندي الحالة الفنانية أنا كمان دلوقتي برقص contemporary dancing أو رقص معاصر فهي بيبقى على حسب اللي أنت عايزة تقولي يعني أنا عندي الحالة اللي جواية أو المعنى اللي جواية ده عايز يطلع بشكل معين فبيبقى ممكن أن هو يطلع في صورة أو في شكل لقطة واحدة فيتعمل على شكل تمثيل ممكن أن هو يبقى فيه حاجات أكتر من كده أو فيه حاجات مساحتها أطول تحتاج مزيكة أو تحتاج صوت أو تحتاج صورة أو تحتاج حركة فما تتعملش غير في فيلم أو في فيديو أورت فيه حاجة تانية ما تتعملش غير فيجية المساين فهي بتبقى على حسب الفكرة الشغل محتاج إيه بتنفيزي طيب تجربتك كمعيدة في الجمعة احكي لي عنها هي وش أنت صغنطوطة أنت ما تجبستيش لسه لأ أنا عن 26 سنة آه ليس حاجة لسه بخضر مجته تجربتك كمعيدة ما فيش هو بيبقى حاجة حلوة أنت تفيد قدامك باللي أنت تعرفه حتى لو خبرتك مش كبيرة قوي زي الأساتذة كبار بس تبقى حاجة حلوة أنت تبقى حلقة الوصل ما بين الدكاترة الكبار اللي هم فيه جاب ما بينهم بق يعني الدكاترة ما يبقى الدكتور عنده حاجة و40 سنة مثلا فكره مختلف طبعا عن الشباب يدرس عن طلبة عندهم 18 و19 سنة فبيبقى الموضوع صعب فبيحث أن دور المعيد بقى أنه هو يبقى الحلقة اللي موجودة دي إنه هو اتعامل مع الناس الكبيرة دي وخد منهم خبره والصغير هو سنه قريب من سنه فيقدر يقوله خبرته هو بقى يعني أنا دلوقتي أنا موجودة بعمل حاجات أفكاري جديدة شايفة شايفة اللي بيحصل أنا موجودة في الموجود دلوقتي الكبير عدى بحاجات قبل كده فأنا بحاول بيبقى دور نحن نحن نبقى حلقة الوصل اللي هو اللي أنا بذكره واللي أنا بتعلمه دلوقتي بحاولنا أنا نقله للأصغر مني بحاولنا أنا بسط فكرة الكبير للصغير بحاولنا أنا أفاهم وجهة نظر الصغير للكبير يعني بحس إن إحنا حلقة وصلة كده طيب شروع بما إنك يعني معاصرة للدكاترة دول وأكيد فيهم الأمم كانوا بيدرسوك يعني ما كنت يطالبهم ما بين اللي بتلاقي لي تداخل في أعدادك ولا زي ما أنت بتقولي مين الأكثر فنن؟ يعني زي ما إحنا نيجي نقول إيه الزمن الجميع إن مثلا زمان دايما نقول زمان كان فيه كذا بس النهاردة فيه كمان سواء فن سواء ثاني ما سواء في جميع المجالات طبعا حتى برضو في الفقرة قبل نكلم أنه كان فيه مالكات زمان والنهاردة فيه وزيرات بمستوى عالي جدا وراقي جدا الفرق ما بين الجيل الأديم في الفن بالتحديد وبين اللي لسا داخلين لسا بيخطوا أول خطوات الجيل الأديم هو زي ما قلنا كده إنه هو فاكولتي الفين أورتس أو الفين أورتس أو الفنون الجميلة بشكل عام هي لها معنى حرفي ما بيضغيرش اللي هو النهت النهت الأكاديمي إن أنا بنحط بورتريي إن أنا بنحط جسم إن أنا برسم لوحات بشكل معين الزمن لما اتطور بعد الستينيات الدنيا بتدت تختلف شوية اختلفت بشكل النهت نفسه إنه هو النهت بدل ما هو كان كلاسيكي بحث ابتدأ إنه هو يتحول يبقى تجريدي يبقى سريالي بس الدكاترا الكبار هم طبعا أسادزة وفنانين جبار وخبرة وخبرة ويعني جمال جدا بس هم نحطين نحطين يعني هم نحطين أنا بعمل نحت حجر بعمل نحت خشب بعمل بس الجيل الجديد الصغير شايف الدنيا مفتوحة أول إحنا هنا في مصر ما عندناش أكاديميات مختلفة يعني برا لو أنا مثلا هبقى ثري دي موديلينج فده لي أكاديمية لوحدة أيها فيتة حصوصية أكتر بالزبط لو أنا هبقى هشتغل في الكارتون وهشتغل في الجرافيك ديزاينينج ده لي أكاديمية لوحدة الكل إيه عندنا لا هو كل دول مع بعض إنتي حتى الكارتون نفسه يعني الفيلم اللي بيتعامل الكارتون بالزبط ده فيه كده حاجة في واحد بيعمل العين في واحد بيعمل حواجب مش بقى لو هو يلا بزبط اعمل كل حاجة فبت مقى مزبوط يعني حتى العرائس العرائس دي أكاديمية لوحدها الستوب موشن أكاديمية لوحدها فإحنا عندنا كل دول مع بعض فالكبار ما كانش موجود على أيامهم كل التنوع ده الصغيرين بقى هو عايز يعمل ده وعايز يعمل ده وعايز يعمل ده عايز يجرب كل ده ففيه حاجات كتير قوية يعني ده فنان في حتته ودول بيحاولوا يلاقوا نفسهم حتة يعني هو الكبير خلاص هو جرب وعرف ومشي في سكة معينة وخلاص بس هل بيبقوا يعني متشبسين بأذكارهم في وفي يعني في دكاترا يعني أنا أستاذي يعني متعندين يعني في البعض بيبقى عنيد يعني مش عايز يتقبل أفكار جديدة مثلا